بسم الله الرحمن الرحيم أكدت الهيئة العامة لرياضة عدم مشاركة دولة الكويت في الدورة الرابعة للعابة التضامن الإسلامي المزمع قامتها بمدينة باكو عاصمة أذربيجان من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين من مايو الحالي إلا تحت علم دولة الكويت وأشدد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة الدكتور حمود فليطح لدى استقباله سفير جمهورية أذربيجان إيل خان قهرمان على عدم تقديم أي دعم مادي لأي مشاركات شخصية كويتية من الأفراد بهدف الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة معربا عن تقديره لجمهورية أذربيجان واحترامه في الوقت ذاته لقرار لجنة تنظيمية للبطولة